مباراة النادي القنيطري ووداد فاسة سجلت العديد من النقاط المثيرة لجدل كحالات المطالبة بدرب جزاء تارة وأهداف مرفوضة تارة أخرى خلال الدقيقة السادسة عشر من المباراة استطاع فريق النادي القنيطري تسجيل الهدف الأول عن طريق بيلالبيات ما أسعد كثيرا الجماهير الحاضرة أقل من دقيقتين على ذلك تمكن فريق الودادة الرياضية الفاسية من توقيع هدف التعادل بواسطة اللعب نوردين البركاوية هدفنا جاء نتيجة عدم تحكم الحارس القنيطري في الكرة التي أسفرت عن الهدف النادي القنيطري كاد هنا أن يضيف هدفه الثاني لو لا برعت الحارس محمد أمين البرقادية بدوره فريق الودادة الفاسية حاول إضافة الهدف الثاني للودادين عن طريق عمر حاسية لكن يقدس الحارس زهير العروبي كانت حاضرة قبل أن ينتهي الشوض الأول بهدف لمثلها في الدقيقة الحادية والستين من المباراة طالب لاعب النادي القنيطري بضربة جزاء إلا أن حكم المباراة كان له رأي مخالفة وهذه إعادة للحركة التي جعلت القنيطريين يطالبون بضربة جزاء الدقيقة السابعة والستونة تمنح هدفا جديدا للنادي القنيطري لكن الهدف يرفض بعد رفع راية الإلغاء لاحظاتنا قليلة سيعلن الحكم عن ضربة جزاء لفائدة الكاكا كانت من اقتناص اللاعب هشام العروية ضربة جزاء كانت ناجحة بعد تنفيذها من قبل اللاعب بلالبيات فارق الودادة الرياضية الفاسي إذا تر إلى مواصلة المباراة بعشرة لاعبين إثرى طرد اللاعب عبد الرحيم شكليط طرد لم يؤثر على أداء الوافة الذي تمكن من تسجيل الهدف الثاني لكنه هدف مرفوض حسب قرار من الحكم المساعد وعلى إيقاع هدفين لهدف واحد انتهت المباراة هو فوز جديد للنادي القنيطري أضاف له ثلاث نقاط ستساعده على تحسين مركزه في سبورة الترتيب وخسارة أخرى للودادة الرياضية الفاسية ربما تكون غمامة صيف عابرة ستزول خلال الدورات المقبلة ترجمة نانسي قنقر